اشتركوا في القناة الموقف الفردية القرات العرضية التزديد على المرمى الراجل بيهتم فعلا بالحاجات دي ولكن في حاجات جوه الملعب زي ما قالوا الكباتن برضو قبل الاستوديو او في بداية الاستوديو قبل المباراة انت بقى كلعيب دورك كلعيب في الملعب يعني يمكن ميستر كولر قالها في مؤتمر من ضمن المؤتمرات قالك انا في بعض المباريات بتجيلك او مش هتطاع لك فرص كتير هتطاع لك فرصة فرستين انت كلاعيب في النادي الاهلي ومتوجب اذا كانت راس حربة ووسط النص ملعب مدافع كرة السابتة بتتعمل انت تجيبها انت كلاعيب في النادي الاهلي في بعض المواقف في بعض المباريات الصعبة لزيديات هتحلها من نص فرص هتجيلك فرستين الفرق الكبير هو النادي الاهلي كده معظم الفرق هتلعبك بالاسلوب ده معظم الفرق هتلعبك في نص ملعبها يمكن الكلام اللي بيقولوه الكباتن يقولك ان عادت لعيبة النادي الاهلي ما تيقاس شبدا ما تيقاس في حالة من عادة انت كنت كويس النهارد بس بانا برضو مش عايز اتكلم على ممكن يكون البعض بيهاجم دلوقتي على زبوحان سوشان ما ليش داعوا بي ده مايش داعوا بي ده مايش داعوا بي ده ان اللي بيحب النادي الاهلي هيعمل غير كده خالص انا بتكلم على ماتش النهارده لا انت كنت كويس افضل من ماتشات انت كسبتها واضح ان الرجل عامل شغل خصوصا على الاطراف بدأنا شود اول كويس بدأنا الشود التاني شوية وبعدين دخلنا في المباراة وعايزين في روح في اسرار في شغل بيتعمل ولكن بتجيلك حالة من عدم التوفيق ممكن ولكن اللي انا بقوله لللعيبة يعني لما تجيلك فرصة جوة 18 تمسك فيها قوي تمسك ده دوري انا دوري كلعيب في النادي الاهلي ان انا حتى حتى مع العلم ان انا النهارده كنت كويس حتى هيقول لي بقى انت كنت كويس وخاصلنا نقطتين اه بتحصل فكور بتخسل فكور بتحصل بس انت زود اكتهت زيادة حاول زيادة انت ممكن تجيب واحدة تضيع واحدة تضيع اتنين تجيب واحدة بس فيه ماتشات لازم تستغل الفرص اللي بتجيلك بس واضح انت الراجل بيعمل شغل الراجل فرق بين الماتش والماتش يومين ثلاثة على قد يومين ثلاثة هو بيحاول يصلح الأخطاء هو على على فكرة على فكرة المدربين مدارس المدربين مدارس هو ممكن يكون ساكر ولكن مش معنى سكوته على الخط ان هو بيعملش حاج يعني لان فيه ناس بتتكلم يقول لك يا عم ده وقف على الخط ما بيتكلمش هو المدربين زي ما قلنا مدارس يعني كابتن عسامة والكابتن عادل قاله في بداية الاستوديو في مدربين بتزع في مدربين واحد من المدربين شايف ان طبيعة اللعيب المصري ان هو يفضل وراه يفضل يكلمه من على الخط يفضل يوجهه هو الراجل مدرسته غير ولكن واضح ان فيه شغل بيتعامل الشغل ده ممكن ياخده هو ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا زعلانين عشان احنا تعدلنا تلات مدشات من عشرة المعدل لسه بدري جدا جدا عالدوري لسه بدري جدا عالدوري احنا عندنا بس حالة تخوف او الجماهير بعض الجماهير عندها حالة تخوف انما ان شاء الله ان شاء الله لو استمرنا على هذا الاداء المباريات اللي جاية بالروح اللي احنا شفناها النهاردة ان شاء الله باذن الله يكون الدوري من نصب